إلى الجارة تشاد هربوا هنا في مخيم ميناء عشرات ألاف السودانيين فروا من الحرب التي شارفت على إكمال عامها الأول في المخيم يعاني السودانيون الأمرين جوع وأمراض منتشرة تارة بسبب نقص الغداء وأخرى بسبب البيئة فتشاد تعاني أصلا من استنزاف الموارد بعد وصول أكثر من 570 ألف سوداني خلال العام الماضي هؤلاء الأطفال هم ضحية الحرب الأمم المتحدة كشفت أن نحو ثلاثة ملايين طفل سوداني يعانون من سوء التغذية يعاني الأطفال من مضاعفات سوء التغذية الحاد أو المضاعفات الرئوية وأمراض الجهاز الهضمي وغيرها من الأمراض الأساسية التي يصاب بها المرضى نحن نحاول مساعدتهم والعمل على استقرار حالتهم أما هذه البيئة القاسية فجعلت الأطفال يصابون بأمراض الرئوية وأيضاً بمرض التهاب الكبد ليس هذا فقط بل ما زاد الطين بالله أن ربع مستشفيات السودان لم تعد تعمل أجيال مهددة 19 مليون طفل سوداني خارج النظام المدرسي منظمات الإغاثة دقت ناقوس الخطر معلنة أن النساء والأطفال يتحملون أسوأ ما في الصراع السوداني رفاه السعد العربية